ربك ريمني والمشاوه ده يتقبل واحد برضه لازم يبطل حريم نهائي ويركز ومستقبله ويتوب من النهاردة أو من بكرة اكتياج كتير قوي بالنهار صعب عليا والله جدا تعبوا قدام المرايا تقفوا بالأربعة والخمس ساعات وفي الآخر احنا بنبص في أماكن تانية خالص الساعة كان اكرم ابن مادام بوسي يشرفني في أي وقت تحت عمري مع السلامة مع السلامة حضرك انا كنت مقدم على قرد من سنتين في اي 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 انا الحق اتقول كلمة واتقل موحيبي أستاذ اكرم ابن مادام بوسي بار خليل تفضل بسرعة عارف اللي جايه بقى مقدم على قرد عشان المشروعات الصغيرة سيد خير أستاذ موحيب اهلاك 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 فضل يا غالي ابن الغالية امورني والله انا اكتشاف حاجة معينة كده وهي ان احنا بننجيب البطارية لما تخلص نعض عضا فتشتغل عادي جده يا راجل رابو ايه ده الورق معك اه معي اتفضل يا فان عضا عضا تشتغل تاني وفيه صور كمان مرفق بصور للعضا عضا اه يا انت بصور للعضا عضا ببروك سلملي على موحيب ببروك عليك شكرا 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 جريه يا ابني وانا موريش غيرك النهاردة تحملني شوية طب الفضل اتكلم خلاصي قول بدل ما اطفالنا متعلقين بالمكعبات الاجنبية انا بفكر يبقلينا مصنع ونعمل مكعبات مصرية فيها شكل البلد اخلي الاطفال تتعلق بمناظر البلد يعني ده مثلا شارع المعز ممكن اعمل هرم والقصار وكده المشروع ممكن ينتشر في كل البلاد العربية بحيث ان كل طفل يتعلق بحضارة بلد ناو يتعلق الطفل فين؟ ما قولش علهم فين ده جايز هزر يعني مشروع المكعبات والمجهودة كله مش عاجبك والعدعادة ده اللي عاجبك ايش فاهمك ده مشروع مبتكر هو بس نقصه ارصة صغيرة وحتشوف المشروع بتاعه ما هو التقريص ده بقى هو اللي جايبنا هره موسيقى سيداتي انساتي ساداتي احمد شبير وحييكم من استاد القاهرة الدولي ومباراة في الاسبوع رقم 23 في الدوري الممتاز مباراة تجمع ما بين الزمالك والمقاصة لجنة الحكام النهاردة اخترت الحكم الصاعد حمادة عين العقل لإقدارة هذا اللقاء مباراة في غاية الأهمية لأن الزمالك بيحاول يلحق بقطار المنافسة مع النادي الأهلي غريم والتقليدي بازدر معاكم فك اليوم كده مش هزين تقاطر خالص النبي النهاردة يا جماعة كأننا جاينا عيب ميلادي انا ما استكني سوفارة مفيش عيف من كده خلاص يلا انت خود الأرض وانت خود الكورة ويوم هيمشي فل